خيانا رجع شوية بقى وارها لبداياتك بداياتك كانت صعبة جدا يعني يعني انا وانا بذكر الحلقة دي لقيت ان بداياتك طبعا كانت شفت فيها هنقول صعوبات على ما توصل طبعا لمكان كلمني بقى عن تفاصيل الحاجات دي وكمان عايزة اعرف منك اهم المحطات اللي وقفت عندها مثلا قلت الفقرة دي او الحتة دي كده غيرت فيه والله لا هي البدايات البدايات صعبة جدا يعني الواحد انا من نشئ النادي الاسماعيلية 11 او 12 سنة في النادي الاسماعيلية تعبت اه من اول واحد اكتشف ان انت تبقى لعيب كورة قالك لازم تروح تعمل اختبارات لعيب كورة والله ابن خالتي ووالدي نخالتك ووالدك اه 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 انت انا برضو بقى يعني مقضيها بقى زي اي طفل صغير بكورة واخد كورة واجري فبدأ يحس ان الموضوع عندي مختلف عن بقى الاطفال اللي موجدين يعني بس فلكن لو البدايات بقى مع النادي البدايات كانت صعبة وبدايات كانت يعني كان الموضوع صعب جدا ـ الموضوع صعب جدا وكل حاجة بقى مديا كان صعب طبعا لإسماعيلية بعيد عنours كشرقيه ـ جم مديا كان المواضوع صعب كان بالنسبة انك تبقى من بره اسماعيلية وعاية تدخل ً في مدينة زي اسماعيلية اسماعيلية مليانة العيب الكورة فانك تدخل بقى وسط الناس دي وعاية تحط رجلك اتبقى民 لعب مهم في فرقتك. كان الموضوع بيبقى صعب جدا. لكن 11 سنة الحمد لله موجود في النادي. قابلت صعوبات كتير. قابلت مشاكل كتير قوي في النادي. ايه المشاكل؟ كتير كتير يعني كل سنة كان بيحصل مشكلة في موضوع القيد مع مهند لاشين بالذات. ان هو انا من برا البلد في الموضوع كان بيبقى صعب. يعني فكرة ان انت كنت بتروح وتيجي يعني في مسافة فنسينك يعني؟ اه لا مش فكرة نسينك فكرة ان هو مهند لاشين مش من اسماعليا. هو شوية بيبقى فيه ناس بتفكر بالطريقة دي يعني. مش كلهم. وده الدليل اللي انا كملت. لكن فيه ناس كانت بتفكر بطريقة ان هو ابن برا اسماعليا فالابن اسماعليا اولى والكلام ده. فدي كانت عامل لنا مشكلة احنا الناس اللي برا. لكن ماديا طبعا الموضوع كان صعب لان انت وبعيد عن ماديا كان مجهود كبير جدا انه يبقى تمرين الثمانية الصبح. اه بالضبط. طب ما كانش فيه اقامة مثلا. لا لا ما كانش. هو اخر سنة او اتنين او سنتين تلاتة اللي كان فيه اقامة. لكن اول سبع سنين انت كل يوم رايح الصبح انت والدك ساعة اربع الفجر في تركة واربع خمس مواصلات عشان تبقى في اسماعليا الساعة 8 الصبح. فتطلع من البيت الساعة اتنين تلاتة بالليل. فالموضوع كان فعلا صعب. صعب ومتهم. اه بالضبط. بدنيا كمان. بالضبط. وطول الوقت بقى مطلوب منك تبقى كويس في الملعب عشان تقدر تكمل. اه طبعا هتمشي اه. فلا الموضوع كان صعب وصعب جدا في اسماعليا. ولكن حتى في اخر فترة لها في الاسماعليا انا ماشي قبل الكدب اسبوع. قبل الكدب ما يقفل بيسبوع. يعني من البداية للنهاية الموضوع كان صعب جدا في الاسماعليا. من نادي اسماعليا الاسيوتي. ومن فيمد لنادي طراء الجيش. انت كمهند عايز ايه؟ والله بس اقولك على حاجة. انا رقم واحد بالنسبة لي ان انا كنت بالعب كورة. ان دي حاجة اللي احنا بنتمتع بيها واللي الواحد بيحبها. بالاسماعليا ماشي انا قبل الكدب اسبوع. رحت عنديها كتير. يعني الكلام ده ما قولتوش قبل كده. انا رحت بلدية المحلة وطنطة ورفضوني. ما نزلونيش الملعة باصلة. يعني رحت لهم اعايز بلدية كانت الدرجة تانية. انت اللي رحت يعني. انا اللي رحت انا اللي باعرض نفس عليهم. قالك لأ انك صغير ومش عايزين مش محتاجين اللاعب. طنطة كانت في الدور ممتاز والبلدية كانت في الدرجة التانية. والناديين رفضوني. يعني قالك مش هتنزل الملعة باصلة. جاي بقى لأسيوتي وروحت لأسيوتي. والحمد لله كان اختار موفق وصعدنا. وعملت موسم كويس في الدرجة الممتازة. بعد كده بقى لنا بيراميز. فالسبب مش هاني من بيراميز ان انا عايز الالعب برضو. لان انا خلاص لعبت في لأسيوتي سنة واثنين. والحمد لله كنت تحت الدوق والناس شايفة ان فيه لائب كويس جاي في الطريق اسمه وانا لشين. فبعد كده ما انفعش اقعد. فلما قعدت في بيراميز الموضوع بقى النسبة لي كان صعب جدا يعني. انا مش من اللاعبة اللي عايزة تاخد فلوسي وتبقى قاعدة. اه انت عايزة تشارك. اه بالزبط. طموح اي لعيب طبعا. اه بالزبط حتى لناسك ليفل معين عايزة توصل له. عايزة توصل منتخب مصر عايزة تشارك في بطولات مع المنتخب. عايزة تلعب في اندية كبيرة. زي النادي الاهلي زي النادي الزمالك اندية كبيرة. عايزة تلعب فيها تحقق معهم بطولات. فدال ده ده التموح اللي كان موجود. فما كنتش قابل فكرة ان انا بقى قاعدة او سامح لنفسي ان انا استسلم لفكرة الواقع ان انت لعيب بديل. ده كان سبب من اسباب ان انا هنا في الجيش. الحمد لله كان اختيار برضو موفق. وده تلت موسم لي معاهم. الحمد لله قدرت يعني جزء كبير من اللي انا بتمنى حصل يعني في النادي. بس انت شايف انا اكتر فترة تقلقت فيها هي الاسيوتي. هي السنة بتاعت الاسيوتي اللي اقدمتني للدور الممتاز بقى. يعني لعت صغير في السن محدش اراه. بقى موجود في الدور الممتاز. الناس بتتكلم عليك بصورة كويسة. الناس بقى اخد بالها ان فيه تضندر. موجود في الدوري في فرقة لسه صعدة لعيب كويس. فده كانت البدايات طبعا. فالبدايات بتفرق. وبتقدم نفسك للناس بصورة كويسة الموضوع بيفرق يعني. فالحمد لله قمت مؤفى ان انا ظهرت للناس بصورة كويسة. طيب